مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من أهم ما يذكر في الكتاب المقدس عن شخص الله أنه هو الخلق ولأجل هذا يبدأ سفر التكوين بعبارة في غاية الأهمية إذ يقول في تكوين واحد واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض فالله الفادي الذي فد الإنسان هو نفسه الله الخالق الذي خلقه وعش كده تعتبر قصة الخلق في الكتاب المقدس قصة أساسية ومحورية بل وجوهرية في فهمنا لتاريخ الفداء وتاريخ الخلاص الذي سجله لنا الوحي في الكلمة المقدسة فالكتاب المقدس يبدأ بالله الخالق الذي خلق السماء والأرض الذي أوجد كل الموجودات والذي أيضا خلق الإنسان وينتهي أيضا الكتاب المقدس بخليقة جديدة وسماء جديدة وأرض جديدة غير الأرض التي أفسدها الإنسان وغير الحياة والأرض التي لوستها الخطيئة لكن قصة الخلق في الكتاب المقدس من أكثر القصص أيضا التي تعرضت للهجوم على مر السنين والأزمنة وبالأخص مع بداية القرن التسعة عشر ومع منادات داروين بنظرية التطور ولجل هذا دعوني أضع الأول أمام حضراتكم موضوع الحلقة قصة الخلق في الكتاب المقدس في البدء خلق الله فيه شيء حبيب أرأى لحضراتكم وهو كان بوست موجود على الفيسبوك وأنا أقرأ نص البوست المكتوب إيه دون أن أذكر أسماء علشان أوريكم إلى أي مدى خلق الله للإنسان والسماوات والأرض كما ذكر في الكتاب المقدس هو فعلا عرضة للهجوم وللتشكيك من ناس كثيرين يقول أو تقول الكتبة لماذا يرفض الكثير من المسيحيين الاعتراف بنظرية التطور سؤال في غاية الأهمية لماذا نرفض نحن الاعتراف بنظرية التطور هل فعلا في ناس كما تؤمن أن الإنسان جاء من أصول برمائية وثديات تحول كائن إلى كائن آخر من طبيعة إلى طبيعة أخرى عندما أتيحت له الفرصة والجو والظروف التي تساعد على هذا التغيير لكن لماذا يرفض الكثير من المسيحيين الاعتراف بنظرية التطور يجيب أو الكاتب لأنها ببساطة تتعارض مع قصة خلق آدم وحواء المسكورة في سفر التكوين وتثبت يعني زرية التطور تثبت زيفها زرية التطور بتثبت زيف قصة خلق آدم وحواء وعدم حدوثها وبالتالي تنسف قصة السقوط في الخطيئة السبب الرئيسي لمجيء وصلب وموت وقيامة يسوع المسيح من الأموات لكي يتم الغفران والمصالحة بين الله والإنسان الساقط في الخطيئة فإذا سقطت قصة الخلق التوراتية السازجة التافهة الأسطورية سقط معها كل الكتاب وأصبح يسوع ورسله كاذبون وهذا ما يريد أن يقوله الكاتب أو تقوله الكاتبة أن كل الكتاب يسقط إذا سقطت قصة الخلق ودي حقيقة دي حقيقة وعشان كده من أكثر القصص العرضة للهجوم والنقط هي قصة الخلق في الكتاب المعدس والنهاردة حابب مش أدافع عن قصة الخلق لكن أشرح لحضراتكم قصة الخلق لأنه اللي بيقدمه الكتاب المعدس هنا من حقائق وإعلانات في غاية الأهمية وغالبا الكثيرين الذين يرفضون قصة الخلق لم يعني تتح لهم الفرصة أن يدرسوها وأن يفهموها صحة طبعا قصة الخلق تتعارض مع قصة التطور لأنه بنؤمن أن في البدء خلقهما ذكرا وأنسا وأنه الرب عمل كل نوع على نوع حيوانات تنتج حيوانات الأسود يخرج منها أسود ولا يوجد تحول نوع إلى نوع حتى الذين يؤمنون بتطور لا يستطيعوا أبدا أن يثبتوا أن نوع تحول إلى نوع فهم يؤمنون بإيمان في نظرية التطور يعني عندهم إيمان في نظرية التطور لكن لا يستطيعوا أبدا أن يثبتوا ولم يشاهدوا لا بعيونهم ولا باختباراتهم أن هناك نوع تحول إلى نوع آخر لكن هناك هجوم شديد على خلق الله وقصة الخلق في الكتير المعدس هذه القصة التي تبدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض في البدء خلق الله السماوات الأرض تعد قصة الخلق في تكوين واحد واثنين تعد مقدمة لسفر التكوين كله بل هي في الحقيقة مقدمة لكل التوراة ومقدمة للعهد الأديم ومقدمة لكل الكتاب المقدس ستة وستين سفر فهي قصة تعامل الله مع الإنسان حيث نجد أن الموضوعين الأساسيين في الكتاب المقدس هما الله الخالق والإنسان المخلوق وأنا أضيف لهم أيضا موضوع مهم وهو المسيح المخلص الله الخالق ونرى صفاته ونرى أعماله وأول أعمال الله كما يسجلها لأن الكتاب المقدس هي الخلق ونرى أيضا الإنسان الذي خلق الله على شبه وعلى سورته والذي جعله الله تاجا للخليقة وصلته الرب على كل طير السماء وعلى كل داب يدب على الأرض وعلى كل سمك البحر وعطاه أن يكون مفكر عاقل متكلم إنسان يكون ممثل لله على الأرض لكن هذا الإنسان سقط واحتاج إلى مخلص أن يخلص من الخطير والأجل هذا حتى في سفر التكوين نجد بداية الإنجيل والخبر الصار أن نسل المرأة يصحك رأس الحية لكن البدء فهي بداية مطلقة في البدء خلق وده جزء مهم جدا نفهمه لأنه بساعدنا أن نفهم أعمال الله وخلق وخلق الله من البدء عشو كده يقول في سفر أشعياء أنه في أشعياء ستة واربعين وعدد عشرة يقول مخبر منذ البدء برشيد فهي لا يمكن أبدا أن تكون بداية نسبية لكن الكتاب يكلم عن بداية مطلقة بداية الموجودات بداية الخليقة بكل ما فيها بداية كل الكائنات بداية كل الحياة على الأرض كويس لكن كمان تكوين واحد واحد بيشير إلى بداية الزمن بس بداية الموجودات لكن بداية الزمن فالله عندما خلق خلق الموجودات وخلق أيضا الزمن كل شيء زي ما يقول في يحنى واحد إن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كل ما كان له بداية أوجده الله في هذه البداية المطلقة وأما الله نفسه فليست له بداية وليست له نهاية هو أزلي هو أزلي هو موجود قبل الموجودات موجود بذاته مكتفي بذاته هو الذي أوجد الأشياء الله منفصل عن الأشياء منفصل عن الخليقة ليست الخليقة جزء من الله وليس الله في الخليقة فليست الشجر إله وليست الشمس إله وليس القمر إله لكن الله المنفصل عن الخليقة بكلمته أوجد كل الأشياء وهو خارج الخليقة ومنفصل عن الخليقة لأن هناك ديانات وعبادات نادت بأن الله جزء في الخليقة وأن الخليقة جزء من الله نيو إيج موفمينت وكل الأشياء الأخرى وكل العبادات الأخرى كانت في عبادات كثيرة كانت تنادي أن الله موجود في كل شيء الإنسان هو في الله الشجرة فيها الله النهر فيه الله كل الأشياء الله هو الخليقة إن الله ليس الخليقة الله هو منش الخليقة وموجد الخليقة ونشوف أنه حتى تكوينه واحد واحد لا يعني أن هناك خليقة كانت موجودة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض لكن يقول أنهم صارنا في تفسيره لسفة التكوين وهو أحد العلماء اليهود المعروفين في دراساته وابحاثه وكتاباته المتعلقة بالعهد القديم في تفسيره لسفة التكوين يقول أنه لأول مرة في تاريخ ديانات الشرق الأدنى القديم يقدم الله على أنه خالي من كل بعد مادي ووقتي أول مرة في التاريخ القديم في الحضرات السمرية البابلية المصرية القديمة كل ما هو موجود قبل أنه الله جزء الله له الأليهة الوثنية لها بداية جزء مادي وجزء ووقتي هي متدخلة مع الوقت ومع الزمن هي ليست خلية من الوقت وليست خلية من المادة هي جزء هي مادية لكن لأول مرة لأول مرة في كل الديانات القديمة يقدم الله هنا في سفر التكوين على أنه الإله الذي هو خالي من كل بعد مادي وكل بعد زمني هو أزلي وأبدية هو خارج الزمان والمكان هو أوجد زمان وأوجد المكان لكنه خارج الزمان وخارج المكان لكذا حتى المدراش اليهودي لما يجي عندي كلمة براشيت ولا يبدأ بحرف البيت العبري حرف البيت عبارة عن ثلاث مضلعات كده يعني هو شكله مربع بس خط فوق وخط جانبي وخط سفلي فعمل زي مربع ناقص ضلع يقول أنه حرف البيت دوان مقفول من ناحية المين لما بيبدأ بالعبري بتكتب من ناحية المين مقفول من ناحية المين مفتوح من ناحية الشمال يعني براشيت تبدأ تكمل بريط الآية فيقول علشان كل ما هو قبل البد يفوق تخيلنا ولا ينبغي أن نسأل عنه الله وحده هو الموجود قبل الخليقة وقبل البد لشان كده يقول في البد وبعدين يقول الوهيم الرب في البد خلق الوهيم في البد خلق الوهيم خلاف القصص الأساطير وأنا الحلقات اللي فاتت كلمت عن أكتر من أسطورة ادعى يعني المدعين أنها هي أصل الكتابة المقدس وأن كاتب سفر التكوين اقتبس قصة الخلق من الأسطورة السومرية إنوما إليش ومن الأسطورة البابلية جل جامش وأنه خلق آدم وحواء مذكور وأنه لما موسى أو شعب إسرائيل لما شعب إسرائيل راح بابل في السبي سنة ستمية خمسمية ستة وتمانين قبل الميلاد لما راحوا بقى المساكين اليهود بابل اتطلعوا بقى او ايه اتصقفوا اوتيحت لهم الفرصة أن يطلعوا على الكنوز السومرية والبابلية من كتابات قديمة فاقتبسوا منها قصة الخلق وخلق آدم خلق حواء وكتبوا التوراة كويس وهذا كلام خزعبلاتي كلام يعني ينادي به كل من يرفض وحي وسلطان الكتاب المقدس كل من يطعن في مصداقية كلمة الله كبايس لكن لما يقول الكتاب هنا في الوهيم وهنا نجد أنه قصة الكتاب المقدسة عن الخلق تختلف عن الأساطير البابلية القديمة التي تتحدث عن ميلاد الألهة والألهة حتى مردوخ ولد وأوجد ميلاد الألهة 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 بتولد الألهة لم تكن موجودة منذ الأزل وإلى الأبد الألهة الألهة تخلق لكن الكتاب المقدس لا يناقش أصل وجود الله ولا يتحدث عن حتى براهين وجود الله لأن وجود الله حقيقة مطلقة في كلمة الرب الله الواحد الله الواحد اللي أوجد كل الأشياء بكلمته والموجودات أوجدت ليس نتيجة صراع بين الألهة زي ما نشوف يعني زي مردوخ خد تيامات إلاحة المية العزبة وبعدين موتها وبعدين خد نصها عمل بالسماوات ونصها عمل بالأرض كل الكلام الأساطير فالخليقة في الأساطير جاءت نتيجة صراع بين الألهة حتى خلق الإنسان لأن الألهة يعيني تعبت بتخدم نفسها فعايزين يخلق لهم حد يساعدهم عايزين يعني عايزين ناس تخدمهم فصنعوا الإنسان لخدمة الألهة عشان الألهة تاكل وتذكر وتنام وترتاح وتتكاثر لكن في الكلام قدس الله موجود بداته موجود منذ الأزر ووجوده صابق لوجود خلقته ولا يعتمد على خلقته في وجوده لا يعتمد على خلقته في وجوده لا تسبيحنا للرب بيزيده شيئا ولا عدم تسبيحنا للرب ينقصه شيئا لا وجودنا بيضيف للرب شيء ولا عدم وجودنا بينقص من الرب شيء هو موجود بذاته مكتفي بذاته قبل الخليقة الهيم في صيغة الجمع البعض بيقول انه هذا جمع التعظيم لكن هذا غير متعرف عليه في اللغة العبرية فيش حاجة في اللغة العبرية اسمها جمع التعظيم لكنه اسم يعكس مجد الله وجلاله يعكس تساميه وارتفاعه عن خلائقه عش كده بنجد في تكوين واحد بيستخدم الهيم في تكوين اتنين بيستخدم يهو عش كده تقولك البعض قالك اه بص بص اكيد كاتب سفر التكوين استخدم مصدرين في الكتابة كويس استخدم مصدرين في قصة مكتوبة في مصدر اسمه الهيم كويس قصة خلق مكتوبة في مصدر اسمه الهيم وقصة خلق تانية مكتوبة في مصدر اسمه يهو كويس فكاتب سفر التكوين لما حبي يكتب جاب المصدر ده وجاب المصدر ده وليانه جاهل فعمل ايه خد قصة يهو حطها في تكوين واحد وخد خد قصة الهيم حطها في تكوين واحد وخد قصة يهو حطها في تكوين اتنين فعش كده سفر التكوين اتكتب بأكتر من مصدر لانه في اسم الله الهيم في اصحاح واحد واسم يهو في اصحاح اتنين انا انا بسميها دي hallucinations تخريف اوهام ليه لانه ممكن الكاتب يستخدم اكتر من اسم لله لانه كل اسم من اسماء الرب يحمل بعد ومعنى فلما اقول ايل شاداي الله القدير لما اقول يهو رافا الاله الشافي لما اقول الهيم الاله الخالق العالي المتسامي المنفصل عن خلقته لكن لما اقول يهو اتكلم عن اله العهد الاله الذي يدخل في عهد مع الانسان عشان كده لما جي يخلق الخليقة يوم اول واثنان وثالث ورابع وخامس الى اخر استخدم الكاتب الهيم الاله الخالق المتسامي المنفصل الممجد العالي والمنفصل عن الخليقة لما جي تكلم عن خلق الانسان وانه الله هيدخل في شركة مع الانسان وان الله كان يمشي مع الانسان ويحكي معه وخلق الانسان على صورته واعطى وصايا للانسان وصار هناك شركة بين الله وبين الانسان ما يستخدمش الاسم الهيم العالي المتسامي المنفصل يستخدم يهوى اله العهد يستخدم يهوى اله العهد وده يعكس روعة الوحي الالهي وانه كل حاجة مكتوبة بدقة مش كاتب اخطأ واستخدم مصدر هنا وبعدين مصدر تاني كلام اللي احنا بنسمعه ومردود عليه كثيرا لكن ان الله موجود هذا الحقيقة ولا حتى يحتاج الله انه يثبت وجوده ويقول للانسان على فكرة انا انا موجود وبراهين وجودي هقولك واحد اتنين تلاتة اربعة عشان تصدق ان انا موجود لا لا الله موجود بيدخل كاتب هذه الدخلة في البدء خلق الوهيم الموجود قبل الخليقة فقط الجاهل قال في قلبه ليس اله انكار وجود الله ليس لقلة الادلة لكن انكار وجود الله توجه قلب وليس توجه فكر لان الانسان بفكره اذا فكر اذا فكر هيدرك ان هناك اله موجود وده اللي بقل هلنا حتى بوليس في رسالته الى رميا اصحاح واحد بقلنا الحقيقة دي بكل وضوح لكن للأسف لانه الانسان يريد ان ينكر الله اتوجه قلبه هي ان ينفصل عن الله فقال الجاهل في قلبه عش كده كتب المزمور 19 يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي يعني العايز يعرف ان هناك خالق موجود خلق الاشياء هيدرك هذه الحقيقة جماعة ده الواحد لما بس بيتفرج على national geografic او على حاجات خاصة بالطبيعة او حاجات خاصة بجسم الانسان او حاجات خاصة بتكوين حتى اصغر التيور والحشرات بيستغرب بيستعجب من من الحكمة اللي موجودة في الصنع كل هذه الاشياء وبعدين يجي واحد يقولك لا اصل الاشياء دي وجدت بالصدفة هي كانت يعني الظروف وال الظروف المناسبة عندما وجدت الظروف المناسبة اوجدت خلية وهذه الخلية بعد ملايين السنين انقسمت الى خلية اخرى ثم انقسمت هذه الخلايا وكونت الاسماك ومن الاسماك تكون البرمائيات ومن البرمائيات تكونت الزواحف ومن الزواحف تحول منها جزء الى الانسان والحد دلوقتي نشكر ربنا ان احنا ما تحولناش لحاجة تانية يعني حصلت طفرات والانسان تحول من كائن بيمشي على اربعة الى كائن منتصب الكائن المنتصب ده بقى هو ادم طب ممكن تديني ادلة ولا براهين لا هو كده يعني انا شخصيا احتاج الى ايمان اعظم من الايمان اللي عندي ان انا اصدق في نظرية تطور من ان انا اقبل ان الله اوجد كل الاشياء هناك تطور نحن لا ننكر التطور لكن التطور ايه التطور التطور ليس معناه انه نوع تحول الى نوع التطور معناه انه في النوع الواحد في النوع الواحد ممكن يوجد تطور يتناسب مع البيئة وعلى الظروف فجوة هناك نوع واحد من الكلاب كلاب one kind كويس نوع واحد لكن هذا النوع فيه كلاب كبيرة كلاب صغيرة في لابادور في جيرمان شيبورد في كلاب بلدية في كلاب اسكى من التانية كويس لكنه نفس الفصيلة الدم نفس تكوين العظام نفس حاسة الشام كل حاجة زيه بعد والقطط نفس الحكاية والبقر والماعز نفس الحكاية انواع مختلفة لكنه نوع واحد لكن ما شفناش ان نوع تحول الى النوع لكن اول حقيقة اول حقيقة بنيشها الكتاب المؤدس هي وبيقولها في الاول عبارة ان الله موجود الحاجة التانية اللي بيقولها ان الله واحد نحن لا نؤمن لا نؤمن بتعدد الالحة من اول نص في كلمة الرب بيؤكد الكتاب المقدس على وحدنية الله وهذه الوحدنية بيؤكدها الكتاب المقدس في استخدامه للفعل خلق لم يقول في البد خلق الوهيم الوهيم في صيغة الجامع لكن الفعل في صيغة المفرد ليؤكد على الوحدنية ان الله واحد الحاجة التالتة والمهمة ان الله مستقل عن الخليقة مستقل ولكن لهذا الخليقة مسؤولة منه هو الذي اوجدها والخليقة ايضا تحاكم منه ويحكم عليها هو الذي اوجدها ولما اوجدها حط هناك قوانين اذا عشت كانسان بحسب هذه القوانين اهلا سهلا اذا كسرتها تدان لانه لانه هو الخالق طبعا الكلام ده مش بيعجب البعض لانه مش حابب ان الله يكون اله ديان هو عايز يخلق لنفسه اله كيوت جميل ما يعرفش حاجة غير انه محب عيش زي ما انت عايز تعيش بدون يعني حفظ اللي وصايا الله وعايش في الخطية وربنا بيحبني زي ما انا كده عايز يكمل كشاز في علاقات شازة كويس وفي نفس الوقت عايز ربنا يكون قابله زي ما هو متكلم عن دينونة الله وان الانسان بيدان من الله وزي ما هنشوف انه خطايا الانسان وشر الانسان وافكار قلبه الشريرة كانت هي النتيجة ان الله يحكم على الخليقة بالدينونة بالطفان وغيره الانسان المعاصر مش حابب كده مش كده بقول وحدانية الله بنجدها في الفعل خلق برا وده الفعل المرتبط بالله في الكتاب المعادس ذكر خمسين مرة وفي كل مرة كان الفاعل هو الرب نفسه الوهيم وهو يشير الى عمل او خلق شيء دون اي مجهود فإيجاد شيء من لا شيء ومن دون اين ادنى جهد بكلمة عش كده نحن كمؤمنين جزء من ايماننا المسيحي جزء من ايماننا المسيحي المرتبط بالخليقة هو نحن نؤمن ان الخليقة وجدت من العدم كرييتو اكس نهلو اكس نهلو يعني من العدم الله لم يستخدم مادة عشان يوجد الاشياء لم تكن هناك مادة موجودة سابقة واستخدمها ربنا عشان يوجد الاشياء لكن كل الخليقة لم يقول السماوات والارض المجرات الكائنات الكل خلق بكلمة الرب لم تكن هناك مادة موجودة زي ما في الاساطير الوثنية انه يستخدم دم الانسان ويستخدم جسم الانسان يخلق بالسماء ويخلق بالارض الى اخر الامود يدعو الاشياء الغير موجودة وكأنها موجودة قال فكان وامر فصار عشان كده في كتان مادة سنجد ان الله هو خالق كل الاشياء خالق الريح في عموس يكلمنا عن الله خالق القلب الجديد هو ايضا خالق السماء والارض الجديدة كل المخلوقات تعتمد بصورة مطلقة على الله الذي خلقها طيب العبارة دي في البد خلق الهيم تؤكد لنا مش بس الحقاية اللي انا ذكرتها ان الله موجود وان الله واحد وان الله مستقل عن الخليق لا بتأكد لنا كمان حقاية اخرى مهمة اكد لنا حقاية اخرى مهمة جدا جدا من ضمن هذه الحقاية ان للعالم بداية بما انه مخلوق بما ان السماوات والارض مخلوقة فلها بداية فقبل البدء لم يكن هناك عالم ولا سماء ولا ارض وده على فكرة اللي بيثبت النهاردة العلم مفيش حد النهاردة من العلماء اللي ليهم وزن الا ويؤمن ان الارض او ال universe expanding بيكبر بما انه بيكبر كان لنقطة بداية لنقطة بداية له بداية هذه البداية بيأكدها الكتير المعدس عندما خلق الله السماوات والارض نقطة تانية ان الخلق كان خلق لكل الكون لكل الكون كل ما في السماوات وكل ما في الارض وكل ما في البحار يعني يعني حتى المجرات المجرات اللي احنا لا نعرف مداها يعني المركبة اللي وصلت الى المريخ اخدت سنتين تسافر اطعت غالبا حسب ما انا فاكر يعني اكتر من اثنين مليون ميل ودي حاجة نعرف يعني نحن نعرف عن المريخ لكن هناك مجرات لا نستطيع ان نصل اليها ولا نستطيع حتى في حياتنا اذا اردنا ان نصل اليها في حياتنا لانها تبعد عننا بمئات بل بآلاف السنين فكل هذه المجرات كل هذا العالم وجده في البدء عشان كده بنسميه absolute beginning بداية مطلقة لكل الاشياء ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى كان له بداية ووجده في الخل كل الكون حقيقة الثالثة انه كل الكون وجده بقوة كلمة الله مجرد ان الكلمة كانت تخرج من فم الرب كانت توجد الاشياء حقيقة الرابعة الله نفسه لم يخلق من احد الله لم يخلق من احد فهو غير مخلوق دايما الاطفال يسألوا سؤال طب اذا كان ربنا موجود مين اللي اوجده مين الذي خلق الله مش دايما الاطفال يسألوا لما يقول هو مين اللي اوجدنا نقولهم ربنا طب مين اللي اوجد بابا برضو ربنا طب مين اللي اوجد جدو نقوله ربنا طب مين اللي اوجد ربنا مين اللي اوجد ربنا ربنا موجود بداته كل ما له بداية له علة أو سبب للوجود دي حقيقة معروفة كل حاجة ليها بداية ليها العلة التي أوجدتها أو السبب لا أوجده الآيباد دون له بداية لم حد اخترعه الألم دا له بداية لما حد أوجده الإنسان له بداية لأن الله خلاه الكون له بداية لأنه ربنا أوجده فده السبب المسبب لوجود الأشياء وهو الرب ربنا بقى غير كده لأنه إذا قلنا أنه ربنا له بداية يبقى ربنا له مسبب لوجوده وكل آلهة الأمم وكل العبادات والأساطير القديمة لها بداية لوجودها لها بداية لوجودها وبالتأكيد لها سبب أو علة لوجود للكون بداية إذا كان للكون بداية يبقى أكيد حد أوجده يبقى هناك سبب أوجده طبعا هناك نظريات كثيرة وأفكار كثيرة منها البيكبان منها يعني انفجارات عظيمة لكن حسب الكتاب مؤدس البداية هي الله هي رب الذي أوجد الكون كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان طيب يبقى شفنا البد خلق الوهيم إيه بقى سماوات الأرض ماذا تشير سماوات الأرض أو إلى ماذا تشير عبارة السماوات والأرض احنا لسه على فكرة في أول عدد أول آية من سفر التكوين يعني أنا ممكن أعود أسابيع أحكي بس عن أصحاح واحد وأصحاح اتنين عبارة سماوات الأرض هو تعبير كتابي شامل للخليقة كلها أو الكون كله the universe مفيش كلمة في العبري تترجم اليونيفرس العبري مفهوش هذه الكلمة ومفيش كلمة يستخدمها العبرانين تشير إلى الكون العبارة الوحيدة التي تشير إلى الكون واللي بيستخدمها باستمرار هي السماوات والأرض اللي بيشير إلى الواقع كل الحاضر الموجود the reality اللي موجودة عشان كده حتى لما بنقرأ في سفر التكوين نجد مثلا ملك صادق لما حب يبارك إبراهيم يقول له مبارك إبرام من الله العليه مالك السماوات والأرض يعني خالق السماوات أوجد الخليقة كلها فهي بتشمل تعبير بيشمل بنقول عليه مضادين لكنهم جامعان وشاملان يعني السماوات والأرض تعبيرا مضادان لكنهم تعبيران أيضا شاملان وجامعان كل شيء ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى ما يرى وما لا يرى زي ما قال حد تعبير قال إنه يشيران إلى الكون المادي كله the totality of the physical universe كل الكون المادي يقول علم الفيزياء الفلكية دكتور هيوج راس هيوج راس يقول يشمل تعبير السماوات والأرض من الناحية العلمية كل المادة والطاقة في الكون بجانب كل الأمور المتعلقة بأبعاد المكان والزمان المرتبطة بالمادة والطاقة إنها الخليقة البديعة التي خلقها الرب وأوجدها الكون المنظم بكل أبعاده جاء هذا الكون إلى الوجود بكلمة الرب طيب يبقى أول آية في الكتاب والدس أول تعبير في الكتاب والدس عايزوا يقول لنا إيه كاتب سفر التكوين عايزوا يقول لنا إيه بالعبارة دي في البدء خلق الله السماوات والأرض أكيد هو كتبها للعبرانين وأكيد لما كتبها للعبرانين اللي هم المستقبلين السامعين الأوائل أراد ربنا أن يوصل ليهم حاجة زي ما موجودة النهاردة في كتاب المؤدس ربنا أيضا بيوصل نفس الحقيقة لنا اللي بنسميها يعني قصد الكاتب إيه قصد الكاتب الأصلي عندما قال في البدء خلق الله السماوات والأرض إن الخليقة التي تعلنها وتؤكدها أول آية في سفر التكوين هي أن كل الكون كل الكون قد جاء إلى الوجود في زمن ما في الماضي كل الخليقة أتت إلى الوجود في زمن ما في الماضي بواسطة عمل الله الخالق الموجود قبل الخليقة والمستقل عنها إنها الخليقة التي تعلن سلطان الله المطلق على كل الأشياء هذا السلطان الذي يتطلب تجاوب الخليقة معه بالخضوع دي الحقيقة اللي بتعلنها أول آية في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض في نقطة ما في الماضي جاءت كل الخليقة وكل الخليقة أوجدت لأن الله المستقل عن الخليقة والموجود قبل الخليقة الله الواحد أوجد كل الأشياء بكلمته فالخليقة فالخليقة تعلن حكمة وسلطان وقدرة الله ده اللي بنسميه الإعلان العام في الكتاب المعدس اللي يدرس لهوت ويدرس عقيدة الإعلان في الإيمان المسيحي عندنا حكتين في الإعلان المسيح حاجة بنسميها الإعلان العام والحاجة التانية بنسميها الإعلان الخاص الإعلان العام وهو أن الخليقة وكل ما هو في الخليقة يعلن وجود الله زي ما قال مزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه وزي ما بتقولي الترنيمة الشهيرة يا سيدي لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك ده رد فعل الإنسان الطبيعي العاقل عندما ينظر إلى خليقة الله لكن الخليقة تقدم لنا الله القدير الخالق الحكيم لكن بسبب شر الإنسان وسقوطه احتاج الله أن يتواصل مع الإنسان بصورة مباشرة إعلان خاص ليعلن للإنسان من خلاله عن قصده وصفاته وأعماله وفداءه ومجيء المسيح ونهاية الزمان إلى آخر الأمور دي كلها عشان كده الإعلان الخاص شمل إن الله متكلم إلى الأنبياء إن الله تكلم برؤى بأحلام بكلام مباشر سجل لنا وكلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فكمال إعلان الله كان في شخص يسوع المسيح كان في شخص يسوع المسيح كل ما نريد أن نحتاج أن نعرفه عن الله رأيناه في يسوع المسيح أنا بقولي الكلام ده ليه بقولي الكلام ده لأنه أوقات كتيرة بيبقى البعض مننا محمول بكل ريح تعليم ولما بنفهم إيماننا المسيحي ونفهم عقيدتنا ونبقى فاهمين الكتاب المقدس بنبقى وافينا على أرض صلبة المسكين أو المسكينة اللي كتبت أنه قصة التوراة قصة الخلق في التوراة هي قصة مزيفة لأنه التطور يثبت عكس التوراة وبهذا هي قصة مزيفة مع أنها لا تستطيع أن تقدم دليل واحد على أن التطور يناقض التوراة وأنه هناك تطور أساسا وأنه ممكن تثبت لنا أنه هناك نوع تحول إلى نوع عشان كده مهم لنا أنه نبقى عارفين إلهنا عارفين مين هو عارفين أنه إلهنا مش إله محلي لوكل إله خاص بالمسيحيين إله خاص كان باليهود لا لا عارفين أنه إلهنا الذي دعا اليهود قديما والذي دعانا نحن أيضا من كل قبيلة كل شعب كل أمة هو إله الله الخالق الذي أوجد كل الأشياء دي الحقايق اللي بيعلنها الكتاب في أول آية في صفر التكوين وفي أول أصحح وفي أول صفر ولو ما فهمناش الآية دي يبقى صعب علينا نفهم بقية الكتاب المعدس أنا كان نفسي أن أنا أكمل في آية رقم اثنين وكانت الأرض خربة وخلية لكن أخليها للمرة الجاية لكن العايز أخرج به من الجزء ده من النص اللي إحنا درسناه من العبارة اللي إحنا درسناه في البدء خلق الله أو ألهيم السماوات والأرض إن الله الخالق هو نفسه الإله الذي أحب الإنسان والإله الذي أوجد خطة لخلاص الإنسان صدقوني لما بنبص لأنفسنا ونبص للعالم اللي حوالينا بنعرف إنه إحنا فينا مشكلة إحنا فينا مشكلة إحنا البشر مشكلة إحنا مشكلة إحنا فينا كل العيب والعيوب إحنا بننتقل إحنا بنشتهي إحنا بنخطئ بصوا إلى الحروب بصوا اللي داير في السودان اللي داير في بلاد كثيرة في أفريقيا اللي داير في الشرق الأوسط اللي داير في أوكرانيا بصوا إلى إلى الشر اللي بيغزوا مدارس والجامعات بصوا إلى فرد الشواز الجنسي والجندرز وهذه الأعمال الشريرة بتفرد بصوا إلى الظلم اللي موجود في العالم الإنسان عنده مشكلة ولي ما يعترفش إنه الإنسان مشكلة يبقى أعمى لا يبصر هذه المشكلة هي الخطية أن الخطية شوهت الإنسان اللي الرب خلقه السقوط هو نقطة الفهم ليه الإنسان بيعمل اللي هو بيعمله كما أن السقوط هو الفهم ليه المسيح جه فبدون أن نفهم حالة الإنسان الساقط مش ممكن أبدا أن نقدر نفهم لماذا جاء المسيح ليجي المسيح ليجي المسيح لكي ما ينقذ الإنسان الهالك لكي ما ينقذ الإنسان الهالك وده بالضبط اللي قاله في رسالة غلطية لما الرسول بوليس بيكلم في غلطية وبيقول في أصحاح واحد أصحاح واحد عن يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطيانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير المسيح بذل نفسه من أجل خطيانا وعشو كده أنا وإنت لينا حياة إذا أمننا بالمسيح الذي أوجد لنا خلاصا أبديا هنكمل مع بعض في سفر التكوين في الحلقة اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم